أكثر من عشرين دولة بثلاثمائة دار نشر عربية وأجنبية افتتح بها معرض بغداد الدولي للكتاب والذي يستمر لأحد عشر يوما محتضينا العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية ومن بين المشاركين في هذا المعرض دولة مصر بثمانية وخمسين ناشرا مصري بأحدث الإصدارات التي إلاقت إقبالا جماهيريا للمطالعة والتبضع نشرين مصريين الحمد لله سناد المنزبين بشركة كبيرة حوالي 58 ناشر مصري جاءوا معهم أحدث الإصدارات وألاف العنوين الجديدة اللي بيحب الشعب العراقي نهدي بها فإحنا مبسوطين جدا أننا في المعرض إدارة منظمة جدا الكتب ممتازة جدا بفصة الشعب والإقبال ممتاز جدا الإقبال مبشر ودائما لما بنيجي العراق نحن نبقى متأكدين من نجاح المعرض لأن الشعب العراقي شعب مصقف وشعب واعي والقيادة السياسية في العراق بتدعم الثقافة وتسهل الإجراءات كل التسهيلات تقدمت للنشرين منذ اليوم الأول شهد معرض بغداد الدولي للكتاب حضورا كبيرا من العائلات العراقية والمثقفين وطلبت الجامعات الباحثين عن مصادر جديدة يرفدون بها بحوثهم كان إقبال الجمهور جدا مفرح خاصة من الشباب وهذا يدل على أن هناك حركة وعي المجتمعية العندد ونحن نصبه إلى الأفضل والأحسن انطلاقا من هذا المعرض جاءت الدعوات بإعادة رونق المطالعة إلى سابق عهدها من خلال تأهيل المكتب العامة وجعلها متاحة للجميع ورفضها بأحدث الكتب والإصدارات تشجيعا للقراءة للنهوض بفكر الجيل الجديد ندى المرسوم من بغداد التغيير سلام أعمال جزئجية سلاح yen سلاح الكثير نعمال